نخلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو ألو أيوة خير مساء نور إزايك؟ خائفة أتعرف بيكي ماريم ماريم كم سنة؟ 19 19 سنة مرتبطة ماريم آه مرتبطة من تلك تنين بش مش حطوبة يعني هو كان معيق من مدرسة بعدين دمعها فالموضع تطوري جميل بس مامتي وأهلي 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 كلهم عارفين مهم ومقصود أنه هو هيخلص كان هايجيد قبل بس طبعا لما تطعب محال كتير إزاي ما تعرفوا أكتر بيظهر بقاف في أول مواقف وبيبان مهم إزاي؟ الأسلوب مهم آه عدد حيات كتير قوي شفته أسلوب بيتغير غدر كتير قوي ممكن بكلمة واحدة يمسى كل حاجة حلوة مهم لأ بصي خلينا نتكلم في حكايات الغدر دي من موجة نظر تاني لأن أي حد بيحب حد وممكن تزع عليه وتقول له كلمة ما تعجبهوش فجأة لي بيقولك بيقولك إيه؟ أنا خلص القصة دي ما تلزمنيش ويوم داخل فيك مش بيعمل معاك كده؟ أهو مش كده بزدد بس هو شكيك تيد عن نظام أي أسانة الشك مرم بجد طيب تعالي بس نخلص الغدر ونخش في الشك الغدر ده دي بتبقى ده أسلوب حياة أو طريق التنطيت أو طريق التهديد أو خلافه مش غدر عشان تعرفي إذا كان حبيب الغدار ولا لأ؟ بصي في علاقاته مع الطرف مع الأطراف التانية مع أصحابه مع الناس اللي حواليه هل بيغضر بيهم ولا لأ؟ ولو بيغضر بيهم تعرفين ده إنسان في طرفه الغدر إنها ممكن اللي بيعمله معاك ده تكون بس فنجرة بقى تعالي نخش بقى في حكاية الشك هو فنجرة بقى هو فنجرة بقى يحب ينجي بلان شاكر حاجزين دي بس أسلوب يشكوا حياة كتير أو يغلص كرامة عدم كرامة دايماً ما بيننا ما ينفعش يعني العلاقة دايماً بتبقى موجودة على الاحترام والثقام الحاجة دي مش موجودة آه طيب خليني أقول بشك فيكي ليه؟ أنا غلطت كتير تمام؟ زمان ده كان حاجات عائلة إحنا بقلنا ثلاث سنين يعني أنا كنت معالك وأنا عندي طاشر أو طاشر سنة فصغيرة أكيد بقى كانت في المدرسة في نارس تانية فأوكي غلطت في حقه مرة بس خلاص يعني اتغيرت بقيت حاجة تانية خالص يعني هوه بس ما باكلمش حد حد تانية غيره والله بس هو الموضوع ده عنده حتى من أهله يعني هو يشك في أهله وأقرب ناس ليه بيشك طابع ديه يعني بيشك في أهله إزاي؟ يعني مثلا ممكن مرة فكي مسلا في بباة هو بباة بكيسر فسأفزلي فجأة قالي أنا خوفت يكون من جاوية مصنعنا ما هو الشك ديه يعني طابعا بيقولي أنا بيشك في أقرب ناس ليه طيب انتي بيشك فيك في ايه؟ يعني دايما طول وقت اللي هو انت بتكبديه علي لأ انت صريحة لأ انت في حاجة تانية بخديها طيب وانت يرد فارج بيبقى ايه؟ بعض حلف لقوله لأ والله أنا لو بعمل حاجة غلط موارك أنا مش هكمل في العلاقة دي يعني أنا أهلي يا عمامتي مش مقتنعة بي هيا شايفة عشان أنا فارق السنة بالنزيم وإحنا نفس السنة أه آآ فارق يعني شهور أنا أقدر منه فماما بيحنا تقولي ما ينفعش في فارق السنة اللي ما بينه البنت بتقدر قابل الولد وتفكير هيا مش قادرة تقتنع انه خلاص راجل وبني آدم قادرة يشين تحمل مسئولية وكلمة أنا شايفة في النقطة دي بحاول مع كل اللي حوالي بحل كيه هو يجي يكفر كل ده يعني لسه من كان يوم ما احنا دلوقتي بتخانقين خناقه على حاجات دفع يعني لبس وحاجات زي دي أه الأسلوب يا أقصي أنا أكسب أنا ترامب أنا ترامب فيه طب عايزة تسألك سؤال طب انت كان لكي علاقات قابله؟ آه واحد بس بس وهو واحدة وحكي تيله؟ آه كان عارف طبعا هل ده اللي بيخليه شك فيك وإلا؟ آه هو البني آدم ده طولها لسه بيحبيني فهو طول الوقت شك هو خدني يا قسامة وأنا لاس كتير قوي بتحبيني ولاس كتير قوي يعني عايزة تاخدني منه فالحطة الزي دايما مؤثرتي حاسس إن هو لأ هي اللي كتير علي فدايما بيحاسس بالنقف شباية طيب انت مش محاسسها بالحب؟ مش محاسسها قد انت بتحبيه قد ايه هو غالي عندك وإن هو كل حاجة في حياتك وكده؟ هو عنده موضوع الحب ده يقولي أفعال أنا بعمل أفعال كتير بس الأفعال اللي أنا بعمل هانه هو بيشوفها تفهم يعني مثلا ممكن مثلا أجيله واجبله كبيرة أجبله صحابه أجمع هوملو مثلا محتاف هو بيشوف حاجات دي تفهم هو عايز التغيير عايز لأ طويل محترم ما فيش كده تقليمي ميكب ما تبقي هذية عايز تغييرات يعني صعبة الواحد لما بيحب حد بيبقى عايزة زي ما هو صح ولا أنا غلطان لا برضو بس اللي بيحب حد اللي بيحب حد بيبقى عايزة يحافظ عليه وعايزة يشوفه في أحسن صور وأحسن صور دي تكون فيها احترام وفيها أخلاق وفيها أشياء جميلة جدا مش مش زي ما هو بس يعني أنا أروح أجاوز واحدة أو أحب واحدة بتصرف تصرفات غلط جدا وأنا بحبها عشان هي بتصرف تصرفات غلط وكمل معها كده يبقى غلط لأ طبعا يبقى مش بحبها يعني اللبس مثلا أنا مباشرش أنا مش لبسي اوبر وناس كل اللي حوالي يقولي كده بس هو دايما اللي خايف الحتة دي لأ تغييري ستغييري ستغييري ميكا بتقليلي أنا مش 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 حد بيقولي ميكا بتقليلي ميكا قبل كده يعني ما حسك في الموضوع ده بحاج هو غريب ليه ليه بمختان يا خالي بعدين أنا قداني فرص كويسة يعني أنا قداني الناس متقدمينيه كويسين اوه أنا الضباية توفى من قرية مهم بخاء لله فهو بالنسبة ليه أنا عم بلا فهو بالنسبة ليه كان كل حاجة اللي هو يعني أنا خليكي فانا بيظاهر وكل حاجة بالنسبة لي مهم ما ينفعش يكثر فينا الحتة دي هو عارف قدينا ما احتجاله قدي ايه أنا ماسك فيه مش عايز سيبه قداني الناس احسن بس مش عايز بوس هاي زولي في حاجة المشكلة ان احنا لما بيخش في علاقة عاطفية بيبقى عندنا حاجة اسمها هاي هوبس او توقعات عليا ان احنا متوقع من اللي قدامي حاجات كتير جدا وابقى منتظرها اوكي ولما بلاقي الحاجة دي مش زي ما انا متخيلها او كنت باحلم بيها او كنت متوقعها بتصدم وبتبقى الصدمة كبيرة جدا مع العلم ان الحاجة ممكن تكون مش فرقة قوي او قريبة جدا من اللي انا كنت عايزه ولكن هي بشكل اخر وبالتالي بيحصل بنا المشاكل وبيحصل بنا الصراعات من الواضح انتو الاتنين عندكوا نفس الازمة دي انتو الاتنين محتاجين تفهموا بعض محتاجين تفهموا يعني ايه ست ويعني ايه راجل محتاجين تفهموا ازاي تتعاملوا مع بعض كمان محتاجين تفهموا ازاي تحترموا بعض وان كرامة الست دي شيء مهم جدا والراجل اللي بيحب واحدة لازم يحافظ على كرامتها لانها كرامتها من كرامته اتكلمي معاه وقولي له افهم واعرف ان انا بحبك ومش بحب غيرك ولا انا بتاعة تلف ودوران ولا بتاعة وبتاعة وبتاعة ثق في نفسك وثق فيه عشان حايتنا تقدر تستقيم وتمشي عادل والحاجة التانية اللي اهم من ده وده قبل ما تعلق وقبل ما تقول علق وقول واتكلم ولكن حافظ على كرمتي لانك لما بتهني رصيدك عندي بيقل ورصيدك لو قال مرة ورى مرة ورى مرة في النهاية هقولك عفوا لقد نفذ رصيدك